فالأهل يحافظ على تفوقه سأل خير وأهلا وسألها بحضراتكم ده عنوان حلقة النهاردة والحقيقة يمكن فوز غالي في توقيت صعب على فريق عنيد ثلاث نقاط في غاية الأهمية تقدر تقول إنه ميشن أكمبليشت أو إنه المهمة تمت بنجاح فوز حقيقة مبارح على ميدياما خارج الأرض في ملعب صعب في أجواء صعبة في ظروف حتى ما قبل المباراة يعني من أول حدثة البعثة في كماسي لغاية الوصول والتدريب ثم المواجهة كلها كانت ظروف صعبة جدا فكونك ترجع من غانا بثلاث نقاط في التوقيت ده في منتهى الأهمية مبروك الفوز ده الأهم ما كسب الأهلي في المباراة من وجهة نظري مش بس الثلاث نقاط وطبعا إن كان أهمهم طبعا الثلاث نقاط لك إنه بشوف إنه فيه حاجات كتير قوي كسبها الأهلي من رحلة غانا دي بالذات في الشرط التاني اللي هكلم مع حضراتكم عليه بالتفاصيل واللي أتمنى إن احنا نبني عليه في اللي جاي أعتقد إنه بداية من مباراة بلدية المحل إحنا عندنا مطش يوم التلاتة اللي جاي قدام البلدية ومطش يوم الجمعة قدام يانج أفريكانز اللي بإذن الله يكون حسم البطاقة حسم بطاقة التأهل ونتمنها في الصدار السيناريوهات كلها قائمة بما فيهم مديامة بما فيهم مديامة اللي خسر مبارح قدام النادي الأهلي والنتيجة أو الشكل النهائي للمنافسة على البطاقتين في المجموعة مش هتتحدد إلا بكرة أو لا مش بكرة النهاردة هو الشكل النهائي لكل المجموعات نقدر نقول لكم شكل المنافسة الفرقة الأقرب للتأهل من أو الفرقة الأقرب لتخطي مرحلة دول المجموعات ده يحصل بكرة بشكل كبير بعد مواجهات النهاردة لكن مجموعاتنا إحنا في نفس التوقيت مع بداية الحلقة بتبتدي مواجهة شباب له زداد مع يانج أفريكانز النتيجة هتحدد بشكل كبير جدا بشكل كبير جدا وليس نهائي مين هيكون صاحب بطاقتين التأهل الأهلي يغرد مفرد تلات نقاط اللي خدهم الأهلي مبارح وكسبهم خلوه في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط زي ما حضراتكم شايفين طيب إيه الوضع بالنسبة للمنافسة يعني الفريق اللي بقول حضراتكم الأهلي لم يحسم لأنه نتيجة مبارات شباب له زداد وانج أفريكانز اللي بتتلعب دلوقتي يعني بتتلعب معنى دلوقتي وهنتبع مع حضراتكم نتيجتها أول بأول تحدد بشكل كبير هل حسمت الفرص هل حسمت بطاقات التأهل عن المجموعة دي آه في حالة فوز شباب له زداد أو يانج أفريكانز الأهلي في دور الستاشر ما نستناش مباراة يانج أفريكانز يوم الجمعة لو فاش شباب له زداد يرفع رصيده من نقاط لتمانية ويبقى يانج أفريكانز في المركز التالت بخمس نقاط خلص فاضل له مباراة واحدة قدام الأهلي مستحيل يتخطى تسعة نقاط بطاق الأهلي وميدياما يظل أربع نقاط فبرضو مستحيل يوصل للمنافسة على واحدة من البطاقات وفي حالة فوز شباب له زداد العكس يعني برضو نفس القصة هيبقى الأهلي وشباب له زداد تأهلة بالفعل بصرف النظر عن نتيجة الجوال الأخيرة أما السناديو الصعب والمستحيل لكن الكرة عودتنا أنه ما فيش فيها مستحيل لغة الأرقام بتقول أنه حسابات المجموعة لم تحسن بعد ليه؟ لأنه لو يانج أفريكانز وشباب له زداد انتهت مباراتهم بالتعادل يصبح لدى كل فريق منهم ست نقاط وفي حالة فوزهم في الجولة الأخيرة شباب له زداد في مواجهة ميدياما ويانج أفريكانز لقدر الله في مواجهة الأهلي يصبح رصيد تلت فرق تسع نقاط وهنا نخش في حسابات الأرقام ومواجهات المباشرة فوارع الأهداف هي اللي هتكون حسمة بشكل كبير فالنهاردة بعد ما يتم حسم نتيجة اللقاء بين شباب له زداد ويانج أفريكانز تتحدد ملامح المنافسة ونعرف هل الجولة الأخيرة هتكون جولة الحسم ولا الأهلي هيدخل مباراة الجمعة اللي جاية تحصيل حاصل زي ما بيقولوا هتلعبها طبعا بمنتهى الجدية وبمنتهى واتدلها يعني حقها من الاهتمام لكن في النهاية هتكون فرصة أنك تأخذ لقاء على المستوى الإفريقي بدون ضغوط بدون توتر هتبقى فرصة لمارسل كولر أنه يفكر ممكن يفكر في تجربة بعض العناصر راحة بعض العناصر أنت عندك عودة فجر اليوم من غانا هتستعد حد واثنين تلعب ثلاث تستعد أربع وخميس تلعب جمعة فبالتالي دخلنا بقى فيه دايلامة ضغط المطشاط كل 48 ساعة هتلعب بعدهم مطشة على طول فبالتالي أعتقد ومع قيمة الغيابات الكبيرة جدا في الأهلي أعتقد ميسر مارسل كولر ممكن يلجأ إلى فكرة إتاحة الفرصة لبعض العناصر اللي كانت غايبة أو رجعة من إصابة أو مكادش جاهزة على المستوى الفني إنها تاخد أكتر وحتى العناصر اللي جاهزة مبارح من العناصر المبشرة جدا ومن مكاسب اللقاء الحقيقة واحد بشوف أنه أهلي شوت التاني من بعد العودة بالتوقف الدولي لغاية الشوت التاني مبارح صحيح على مستوى النتائج حان المطلوب مطشين خارج الأرض مطشين في غاية الصعوبة واحد في الجزائر قدام شباب له ازداد واحد في غانا قدام ميديامة جبت منهم أربعة بنت وده في حد ذاته يعتبر إنجاز محترم جدا جدا ويشكر عليه الجهاز الفني ويشكر عليه الليعابين في ظل الظروف اللي بيعني منها الأهل توقف طويل جدا 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 بعد عن الموجهات الرسمية قيمة غيابات منها يعني عدد لا بأس به من العناصر الأساسية فإنك تجيب أربعة بنت خارج الأرض من غانا ومن الجزائر ده شيء حقيقة يحترم جدا نمرة اتنين دخول بعض اللاعبين في الحسابات يعني السلية مبارح لازم تحط في حساباتك في المطشط اللي جاية بري أسست ولا أروع مودس أسست ولا أروع الشحات جول ولا أروع قربك بشكل كبير جدا من حسم بطاقة التأهل وبالتالي ده مكسب مهم جدا شكل كورت الأهلي في الشوت التاني مبارح يقول إن إحنا هو الأفضل يعني لما تشوف الشوتين بتوع الشباب له ازداد والشوت الأول مبارح في مطش ميديامة لا بعيد إحنا بعيد ولما بقارن مش بقارن بالمستوى اللي أنا نفس أشوفه عليه الأهلي أنا بقارن بالمستوى اللي قردي الأهلي وصله في يعى فترة ما قبل التواقف وصلنا لتوفورم الفرقة كتفيقة وكتوقف على رجلها انسجام جماعية مستوى فردي مستوى جماعي تاكتك اليقى بدنية سنس لا السنس كان في حتة تانية خالص افتقدنا كل ده في الثلاث أشواط من بعد التواقف المطشين بتوع شباب له ازداد وإن كان الشوت التاني نوعا ما كان فيه ربع ساعة كعيسة الشوت الأول أمامي ديما ما كناش إحنا يمكن طبعا دي رؤية مرس الكولير وارد ممكن تكون حالتنا أو جهزيتنا برضو وارد لكن الشوت التاني بيقول للأهلي إن شاء الله بإذن الله جاي نتمنى إن شاء الله الكرف يبقى تصعودي بداية من مواجهة البلدية وسامة أبو علي أنا بشوف الحقيقة رغم أنه ما خدش كتير يعني ما تقدرش تقول عليه أنه فيه فرصة كاملة أو تقدر تقيم لعيب ببروفايل وسامة أبو علي لكن اللي ظهر منه مبارح بيقول لا لعيب مباشر جد جد عودة ريدا سليم واحدة من مكاسب الفترة الأخير فبالتالي إن شاء الله نراهن على اللي جاي وبإذن الله اللي جاي أحسن شكرا